كذلك ما يتعلق بعذاب القبر وما يتعلق بنعيم القبر هذا للجميع يعني سواء الذي مثلا متفتت أو أكلته الطيور أو أكلته الحيوانات أو غير ذلك هذا عذاب القبر ونعيم القبر تكون للجميع لقاءة الأدلة الكثيرة على عذاب القبر وعلى نعيم القبر طيب مو الأدلة مثلا وَلَا تَحْسَبَنَا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بل أحيان عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوفون عليهم ولا هم يهزنون هذه الآية الأولى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يعني هنا الآن حياة الأولى ثم الحياة الثانية في القبر إذن هذا هو الدليل الدليل الثاني على نعيم القبر وعلى عذاب القبر الثالث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بقبرين يعذبان قالوا وما يعذبان من كبير يعني في أعيون الناس ليس بكبير الذي يعذبان يعني الأفعال التي يفعلون في نظرنا ليست بكبيرة الأول منهم كان لا يستبرئ من البول والثاني يمشي بين الناس بالنميمة يظن أن هذا أمر طبيعي قالوا قلت لي وقالوا قلت لي قال عنك فهذا هو فمر بقبرين يعذبان أيضا الرسول مر بقبور اليهود وهم يعذبون في قبورهم هذا العذب ماذا يسمى يسمى عذاب القبر أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أشياء وكان يتعوذ اللهم إنا نعوذ من عذاب القبر فكان يتعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وهناك الأحاديث الكثيرة إذن قال إمام سالمي ثم عذاب القبر مما جاء به تواتر الأخبار معنا فانتبه يعني معناه متواتر في الأخبار الكثيرة طيب فالمهم هو مات في يعني في فراشه أو مات في حاته أو مات متقطع أو لربع أكلته الطيور أو لم يدفن أصلا أو مثلا رميه في البحر فهذا يكون عذاب القبر لأن هذا من الأشياء الغيبية وليست من الأشياء التي يعلمه النساء يعني كيف يعذبه قد خطع هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى وتعالى